كل يوم خبرية عن فساد بالغزاء يعلن أوقات أو يختم بالشعم مع الأحمر محل ويعود تعود الأمور فيما بعد إلى طبيعتها وهالشي صار أمر طبيعي أنه تتضمن وجبتنا بعض الجرسين وأكيد اتكالنا أصبح على ما تبقى لدينا من مناعة أما المناعة المطلوبة فهي بتشكيل هيئة وطنية لسلامة الغزاء ويبدو أنها صعبة التحقق أو المنال بسبب اللي عم بتجروا بصحة الناس وصار عندهم مناعة ضد أي إجراءات ممكن أن تتخذ بحقهم بهالفقرة معنا السيزة وليد أبي دية عضو لجنة متابعة إنشاء هيئة سلامة الغزاء أهلا وسهلا فيك السيزة وليد ومعنا أيضا أحد الأعضاء اللي شاركوا بكتابة قانون سلامة الغزاء السيزة توفيق رزاق أهلا وسهلا فيك سمعناكم من كم يوم بمؤتمر صحفي عم بتطالبوا بإنشاء هالهيئة ونحن قررنا نحكي عن هالموضوع نظرا لعدد الشكاوي وعدد الأحداث اللي عم نشوفها بسلامة الغزاء يوميا بدءا من مطعم جاجوتوم مؤخرا أقفل ورجع فتح من ساعات قليلة 21 حال التسمم نقلوا إلى مستشفى سبلين الحكومي الملاحظة كان أعراض التسمم هي من تناول التعام من مطعم واحد مطعم الخير بمنطقة سبلين ما عرفنا الإجراءات اللي بدأت اتخذ هلأ بحق المطعم ولكن بعد شوي رح يكون لنا اتصال مع اللي أصيبه بالتسمم أستاذ طفيق وإخرطة يعني الأسبوع الماضي كان عنا كمان تقرير وتفصيل حول الخضار اللي عم يعني ممكن أنه تسبب السرطان بسبب المبيدات الزراعية قبل كان عنا عن الدواجة عن اللحوم عن كل شيء يعني نحن عاشين كيف عاشين كيف عم ناكل بهالبلد أخرتا بأقول هيك أنا بجي بقليك شغلي وحدة هيدا الموضوع سلامة الغذاء بالتحديد وما يترتب على سلامة الغذاء بده وقت بده وعي بده ممارسة كبيرة تجربة كبيرة أنا ما بستغرب اللي عم نقطع فيه بكل صراحة بلبنان طيب ليش ما فيه بعد هيئة سلامة الغزاء؟ هذا موضوع تاني هلأ ما فيه هيئة لبنانية يعني مين العمل عرق؟ ما فيه مستفيد فيه تخوف بعض الأحيان من بعض المرجعيات وفيه تلكو وفيه صعوبة لحتى لنصلها النتيجة تخوف ناتج عن فيه فكر مثل كأنه فيه عملية هضم لصلاحيات ويزارات وهذا مش مظبوط أو فيه تخوف من أنه أنه تنبت الأمور لا بدنا نروح بالسلبية بدنا نروح بالموضوعية ممكن هالهيئة توصل لمرحلات صف العملية عم بينكشف أمور بيخاف الواحد أنه بركي تبين أنه أنا فشلت أو تبين أنه أنا عندي غيات ما مش هذا الموضوع كله مزيادات يعني فينا نقول عنده مزيادات ممكن 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 تخذيها من هالنحية هذا الموضوع موضوع بيطلب وقت وعي ممارسة خبرة كفاءات بس لابد ما أنه نبلش من مطرح بلشنا بقلون شو رأيك استاذ وليد يعني في لابد ما أنه مجتمع المدني يكون له يعني دوره بهذا الموضوع نتيجة التلكق الدولي والمؤسسات عن تطبيق الأنون رقم 35 الصادر بـ 24-11-2015 أنون سلامة الغزاء وبالتالي تشكيل الهيئة اللبنانية يعني صدر أنون بعد ما تشكل نتيجة نتيجة تخابط وتقاسم الصلاحيات بين الوزارات اللي هو الأنون بالأساس يعني عطى اختصر موضوع نتيجة سجال القائم بين الوزارات أنه تبقى الصلاحية أو هل المؤسسة أو الهيئة المزمع إنشاءها تحت سلطة رئاسة مجلس الوزارة مباشرة وفعلا صارت أشياء وتتمتع باستقلال بشخصية معنوية مستقلة مين بتضم هالهيئة يعني كما ورد بالألم سبع أعضاء من ذوي الإختصاصات ما تسمون أيا يكونوا بس يكونوا سبع من أيا إختصاصات يعني من وين هندسي تغزيي بيكونوا مستقلين مجتمعين للوزارة بس يبدو هو التأخير بإنشاء هالهيئة أو بإصدار المراسل مش برأيك إنه هيدا فكر منع يعني منع دخول المجتمع المدني على الإدارة وعلى الحكم هلأ دخلنا على الخط كيف دخلته دخلنا لأيلي كيف بعد أزمة النفايات الكبيرة اللي شهدها لبنان دخلنا بموضوع قديم جديد موضوع الأمح تبين بعد ما أعلن معالي وزير الصحة الأستاذ وائل أبو فعور من وجه له تحية من خلال هذا البرنامج ويعتبر الجندي المجهول أنا شفته يعني من أنشط الوزارة داخل الحكومة فعلا عقد مؤتمر صحفي بس سؤال أنا يعني عندي بعض الأسئلة اللي بتورد على البرنامج إنه شو نفع إنه منسكر محل بعد يومين نرجع نفتحه يعني شو بنكون عملنا وما نعرف يعني ما اتخذت إجراءات هالقدة وتدبير آسية بالوقت اللي بيكون فيه يعني إذا بمطعم بيكون فيه هالقد مواد منتهت الصلاحية يعني هيدا جرم سيد غادل القضاء دخل على الخط هلأ وشكل إلنا رافعة قوية للسير قدما بموضوع تشكيل غيطنا نحن بالأساس لا ضرب مؤسسات ولا إذا أشخاص ولا كاز غيطنا السعي والحس الحس الحكومة لإنشاء أو تشكيل الهيئة اللبنالية كيف دخل القضاء على الخط لرأيك؟ لما شفنا أن الحكومة أو الدولة تلكأت عن القيام بواج بيتها وتطبيق القانون 35 اللي ذكرناه ارتقينا نحن من هيئات مجتمع بدني جمعيات جمعية فرح العطاء جمعية حماية المستهلكة اللي كان لدينا الدور الأكبر دكتور زهير برد نعم نعم وإلى جانب محامين متطوعين نعم متطوعين شو عملتوا؟ راجعنا القضاء بشقال عدلي والإداري نعم تقدمنا بطلب أنه أخي هل الأنون لم يصدر نحن بدنا نعرف حالنا شو عم ناكل تفضل يا قضاء شوف شو بدنا أي ما تقدمته؟ نعم تقدمناه بشهر أربع بآخر شهر أربع شو أجرد؟ أجرد أو شيء بتكليف خبيرة خبيرة على مستوى عالمي من أي قضاء أجرد؟ من قضاء الإدارة؟ لا لا العدلي من قضاء العدلي؟ القضاء العدلي الاختصاص ويبقى داخل الوزارات أو فيما يخص الوزارات مننا بعد كذا ومننا أحدى المطاحن نتيجة مورد من تحليل مخبرية وصور ومشاهد مقززة ارتقى بناءا للطلب يعني أجيب معك صور ممكن أنه كانت تكون أوضح ما بعرف هؤلاء الصور من وين؟ بدنا نشوفهم شوي على الشاشة هؤلاء من داخل عنابر وأمكني من أحدى المطاحن من دون ما نسمي نحن هؤلاء كلهم راحوا على القضاء راحوا على القضاء بنتيجة ما رأى قادر هؤلاء شونا عم نشوفهم بالصور هؤلاء جردان ميتي حشرات جردينو حشرات بعرفقران هالقادة بهالكترة يعني معقول من وين؟ من مطعم نعم مطحنة مطحنة أحدى المطاحن الكبرى في بيروت نتيجة هالصور والتقريم موارد من تقرير يعني كمان اليوم هلأ بدنا نقول ممكن المطعم ما يكون له علاقة لمن بيجيب مواد هالقادة فيسدي يعني من مصدرك هلأ هؤلاء كانت من مصدرك هلأ بدنا نجيب الموضوبة نلحق هلأ نشوف الدائرة كيف بتدور ولكن خلينا اليوم يعني صارت هذه الحادثة وعدد من المواطنين 21 حال التسمم نقلوا إلى مستشفى سبلين الحكومة ويعني تسمموا مثل ما قلنا معنا أحد اللي تعرضوا للإصابة بالتسمم معنا دكتور محمد درويش من مستشفى المركزي بمزبوط مصدر خير دكتور دكتور حضرتك عم تعالج الحالات حالات التسمم برأيك خبرنا يعني ليش التسمم شو صار من شو التسمم نعرف شيء من نعم تفضل في هيدا الفترة بالذات من شو ثلاثة شهر حالات الإسال والاستفراغ هي أكثر من السنة الماضية نعم بس اليوم بالذات عجينا حالات مكثفة يعني يجو كل ثلاثة أربعة مع بعض على السؤال من أكلين شو عامين تبين أنه في مصدر واحد شو أكلين؟ شو برأيك أكلين يعني من نتيجة التسمم محل معين صندوشات عادية من محل معين برأيك من اللحمة من الدواجن من الدجاج من السلسة من شو برأيك؟ طلبة الزراثة الصحة عم نحضرها نحن كل العينات الدم والخروج ولكن بكرة برأتعمل تبعتنا عن مقتبر مركزي ويتبين تقريبا شو هي الجرسومة وممكن نشخص أداء يعني بطريقة بتشخيص سريع فيه شي تبين نوع الجرسومة أو نوع المرض لا بعد أسهل والسفراغ لأني عطول تسمم غزائي شو هي العوارد؟ شو هي العوارد اللي سايلة؟ أسهل والسفراغ وحرارة وجفت تلم في البطن فيه حدا بده يكون له رأي هو حدك من اللي أصيبه بالتسمو محمد ماضي مساء الخير؟ محمد معطي محمد معطي مساء الخير محمد؟ سلام أسهل نور يمكن أنت أكتر فيك تخبرنا شو أكلت أو يعني أنت بتحس من شو تل نحن نحن أفلنا سكالور نعم نحن نحن بالعائلة كلها نحن عاكتين واحد متسممين يعني إخواتي وليد خيئ نعم كلهم وليد كلهم متسممين سلامتكم نعم نعم فالسفراغ وإشهاد وقلم مارس أوه وحرارة عم تصل على الحرارة يعني وعن بيصير توقع ما بيقدروا يقوم بيطبوا بالأرض بعد قديش يعني تغديتوا الظهر بعد قديش صارت يعني عشاء بالعشاء جابوه بالصهرة آه هلأ يعني ضغري مباشرة بعد العشاء صارت هالعوارد نبارح بالليل جابون نعم نبارح بالليل نعم صارت العوارد اليوم وبلشنا نتصل المستشفية يعني جبنا دواء مستدالية ما مش للحال رجعنا فتنا على المستشفيات هلأ أنتوا بعدكم بالمستشفى ولا رجعتوا على البيت بعدنا بالمستشفى سلامتكم بكل الأحوال يعني إن شاء الله أنه ما بتتكرر هالحالات اللي ناس بيغنى عنا يعني إن شاء الله أنه بتاخد إجراءات سريعة لحسم هيدا الأمور شكرا لألكم إن شاء الله كمان دايما المطاعم بتلتزم أو الأماكن اللي بتبيع الغذاء بتلتزم بهالإجراءات مثل ما كنا عم نحكي بالدائرة اللي بدأت دور فيها يعني دائرة السلامة الغذاء يعني هل ممكن أنه تتخذ إجراءات مثل ما شفنا من كم يوم مطعم أو محل ببيع لتجاج وطوم سكر رجع مفتح بعد يومين ببيع الفروج أرخص يمكن بكتير من غيره شو السبب كيف بيقدر واحد يبيع فروج أرخص بنصف سعر يعني هل ممكن أنه ينبيع بنصف سعره وبعدين يتبين أنه فاسد يرجع ينفتح المحل كيف هالإجراءات هل بدأت دل الإجراءات على مستوى إدارة ولا ممكن أنه تكون على مستوى قضائي هلأ نحن هنا فيما يعنينا نحكي بالأمح المواضيع الثاني جاي على قرية هلأ في رقابي من قبل وزارة الصحة يعني معالي وزير الصحة من خلال جولتنا على كافة الوزراء صارع دونه 18 وزير جارناهن بما فيهم دولة رئيس الحكومي أجمع على أنه نمشي بمسألة تطبيق قانون سلامة الغذاء يعني بقانون سلامة الغذاء فيه إجراءات مشددة يعني بيبطل فينا أنه مثل هلأ يعني هلأ نحن عايق عنون ماشيين يعني لما نشوف مثل ما هلأ أخبرتك لما نشوف أنه صار فيه إجراء يعني انعلن أنه فيه حدا عم بخالف في عنده جيش فاسد تسكر رجع بعض يومين فتح يعني الملفت ورجع سكر ورجع فتحه هل بتكفي هالإجراءات ما بتكفي أكيد ما بتكفي أكيد ما بتكفي ولم تسوي الوضع بدى وقت ولم حاضر فيه مطاعم فيه مطاعم عم بتسوي وضع ضغري وفيه أديش بدى وقت برأيك حسب شو مطلوب منه هل ممكن بيومين وبتلتين تتسوي الأوضاع صحية شروط بتخضل معايير معينة مفترض يقوموا فيها يكلفوا فيها ضمن فترة معينة وإلا يتم إغلاقها نهائيا هلأ بقوموا فيها بفترة محددة وفقا للشروط المطلوبة منهم عم بيرجع للأسف عم بيرجع بتنفتح المؤسسة وبترجع لطبيعتها بس الملفت اللي بدأوا أقوله إنه لو كان فيه رقابة رقابة مشددة من الدولة وتفعلت عبر إنشاء هالهيئة المعنية بسلامة الغزاء كنا شفنا فاتورة الدواء المكلفة اللي عم تكلف الدولة فاتورة الاستشفاء انخفضت مش نسبيا انخفضت لحد كبير وحس المواطن إنه أخي مرأب وعم بيعرف شو عم نأكل اليوم ما حدا بيعرف شو عم يأكل بتفوتي على مطعم ما حدا بيعرف شو عم يجيب لك أكل مزبوط فكل الأحوال يعني يعني صار في إجراء هلأ وردت معلومات هلأ أنه هو الأمن أغفلت مطعم الخير اللي تعرضوا في الناس للتسمم ولكن رح نرجع ما بتحل الأمر وتم توقف سحبه ولكن وقت توقع الواقع عم نتحرك يعني هل بنحل الموضوع موضوع الغزاء موضوع سلثة غزائية نعم هاي دي سلثة الغزائية لو شو ما أخذت إجراء بديك تحتي براسك أحيانا يمكن هو المطعم هلأ يكون ضحية يعني هو الشارع يمكن مواد فازد مطلق إجراء تخدي على مطلق مطعم محل سوبر ماركت البديكي مطلق إجراء تخدي إذا هيدا الإجراء مش في عملية تتبع من الأول بهالسلسلة هيدا عم تعطيني هيدا المطار رح أخذ هيدا المطار وامشي معي أكلوا صندويش فيوا لحم صار في تسمم ركضنا على المشكل سكرنا المطعم بالنتيجة هالنحمة منين إجيت ما هون السؤال بدنا نتعقب المصادر كمان هالنحمة منين إجيت يمكن عم بيطبح شغلة مش أكيدة مش معروفة بقيت فترة ونحنا هلأ بموسم صيفية مين ما نزل على سوق اللحم بسبرة بيشوف فظايا هونيك مين عم بيرائب هيدا إذن عملية سلسلة بتبلش فيها من الأول هيدا كلها بتكون موثقة بالأنون بيلحظ المزارع بيلحظ المحترف يعني هيدا الموضوع لازم يكون فقراء فقرات وبرامج منكسطة بدي حلقة كبيرة بدي حلقة كبيرة بدي شغلة كتير عملية إن شاء الله بالنهاية وزارة الصحة عم تقوم بيواج بيتها وقعا مشكل حطينا إيدنا على المشكل بس بعدين ما حلينا السبب إن شاء الله أنه بتنحل الأمور أنا بدأ أشكرك بدنا وقت أكتر ممكن أنه كمان لو سمحت بسرعة فبقى في معنا وقت نحنا وعدنا من قبل دولة الرئيس نعم بالصعي حسيس إن شاء الله إن شاء الله خير لأجل ذلك يعني المهم أنه هذه الهيئة ممكن تشكل أفزة نوعية بموضوع سلامة أنا بدأ أشكركم ما بقى معنا وقت شكرا لك كمان بشكرك أستاذ بكل الأحوال لحنتابع هذه الأضايا وأضايا غيرها وبدأ أعتذر عن عدم متابعة موضوع تاكسي المطار وموضوع المراهنات على أول أنه يكونوا بحلقتنا الأسبوع المقبل وخاصة موضوع المراهنات ومعنا هيكون الرائد سوزان الحج ضيفة بهذا الإطار كون هي اشتغلت على هذا الملف وتصبحوا على ألف خير اشتغلت هشتغلت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة